يوشي كل عالم بشتى اقتصاداته القوية والمتوسطة والمهمش كذلك على ضربة موجعة اشد خطرا من تيكا التي بدأت بتداعيات العقوبات على موسكو من قبل الغرب الذهب الروسي وقبله النفط والغاز واقصاء شركات مالية في موسكو وتجميد اكثر من ثلث صندوق الحرب الذي بنه بوتين بسبب العقوبات يضاف الى هذا كله مذباحة القمح العالمي الذي تصدره اوكرانيا باكثر من مئة مليون تحتجز في مواخر ترفع العالم الروسي لكن اثرتك العقوبات على روسيا ذاتها لم يحتث تغييرا خطيرا في النظام المالي الداخل للبلاد بل انه احدث توقعات بفضل ارتفاع اسعار الطاقة ترجح دخلا اضافيا لموسكو يصل الى عشرة مليارات دولار في الوقت الحالي الكارثة الاقتصادية في ملف الازمة الروسية ان حكس سلبا على اقتصادات اوروبا حيث المانيا على سبيل المثال والتي ارتفع فيها التدخم اكثر من خمسة عشر بالمئة ناهيك عن انها تدفع لروسيا اكثر من مئتي مليون دولار يوميا مقابل امدادات النفط والغاز اي اكثر من ربع الدخل اليومي للكريملين من الطاقة وزير الاقتصاد الالماني قال ان بلاده تتوقع ان تكون للعقوبات التي فرضها الغربيون على روسيا ردا على غزوها اوكرانيا تداعيات كبيرة على اقتصادها وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية في بريطانيا ارتفعت نسبة فواتير الطاقة الى اربعة وخمسين بالمئة تداعية ضربت اليورو بسعر صرف ادل انهياره بشكل كبير وهو ما لم يحدث منذ عام الفين واثنين ذلك العالم المتقدم الذي انعكس على اهم دولة فيه وهي امريكا في اثر اقتصادي سلبي لكنها الضربة الموجعة للاقتصاد العالمي سيما العربي الذي احدث ازمة غذائية وازمة في غلاء الاسعار اشتركوا في القناة